اعتراف تبون قبل سنة ونصف في الدوحة قال قتل 250 ألف متى يا تبون بعد انقلاب 11 يناير طبعاً هو ما يسموش انقلاء 92 250 ألف تخيل ونحن نشوفه لحد الآن أكثر من 11 ألف ومئة قتيل نحسبهم شهداء إن شاء الله في غزة شيء مفزع أفزع العالم جميعاً في الجزائر قتل أكثر من 120 مرة في سنوات التسعينات عدد الذين يقتلون في غزة بالمناسبة راه أقل شيء أقل شيء قتل عشرين ألف طفل في الجزائر في التسعينات أقل شيء في مجازر أكثرها في مجازر مروع عشرين ألف لحد الآن صهاينات قتلوا حوالي خمسة ألاف طفل شيء فضيع خمسة ألاف طفل ألف طفل مريع عشرة أطفال شيء فضيع طفل واحد لا يجوز قتلوا لأن طفل بريء بطبيعته بريء بسنه بريء في الجزائر 250 ألف أكثر من 200 ألف من المدنيين من هؤلاء أقل شيء عشرين ألف طفل إلى مش أكثر بالمناسبة مرة أخرى نتحدى العصابات أن تضع قانون يجرم التطبيع ويجرم الاستعمار وأن تسمح للجزائرين أن يتظاهروا في شوارعهم هذه على غزة وهو مش حراك لا ترتعدون الحراك ره جاي لكن هذه على غزة لو كان عندهم ذرة كرامة لما منعوا المظاهرات والاحتجاجات تعالى الشعب الجزائري تعاطفا مع إخوانه الذين يختلون قتلا بشعا وفضيعا ومرويعا سؤال هو بريطانيا هذه التي ساهمت في قيام الكيان صهيوني لا تستطيع منع المظاهرات حكومتها وشرطتها تقول لا أستطيع أن نمنع المظاهرات مدامة سلمية المخادعين باسم مع فلسطين ظالمة ومظلومة ماذا؟ هل أنتم أقل في قضية فلسطين من بريطانيا أو من فرنسا؟